ازاك يا جماعة وحلقة للسبوع السبعتاشر والاسبوع ده مختلف شوية عشان فيه الكاس هنشرح ايه هو الكاس هنشرحه للناس اللي دخلت لهو المفروض معظم الناس دخلت ناس قليلة جدا اللي مدخلتش لان اللي بيع بلاعب فيها خمسة مليون وشوية ففي مليون وحاجة ما دخلوش اه في الكاس فمفروض ان معظمكم فيها هنشرح ايه هو الكاس تعمل ايه في الكاس الطرق بتاع تلعب في الكاس وهنتكلم كلان على الاسبوع اللي جاي تكابتن مين تماشي مين تجيب مين كل الكلام ده في الحلقة دي بس خليها نبدأ الاول قبل اي حاجة ادخل على الليج بتاعنا الكود هيطلع دواتي على الشاشة وهتلاقيه موجود تحت في الدسكريبشن ادخل على الليج عشان نشوف فرقة بعض ونشوف عملنا ايه ومعملناش ايه مين الاول على الليج اول وتوين وتالت ونبص على بعض ونبص على فرقة بعض ابدأ الاول بالفرقة بتاعتي الاسبوع اللي فات عملت ايه قبل ان ندخل على حتة الكاس اه فرقتي جابت اربعة وسبعين زي ما ظاهر على الشاشة دلوقتي اه بصراحة سكور حلو جدا على الاسبوع كان اربعة وخمسين فانجاب اعلى من الافرش بعشرين وده كتير جدا بيعلي بوينت كتير قوي دلوقتي اه فندايك عمل وقوريو جزانيجا طبعا اللي اتنين عملوا اه مع بعض اه في مطش الخمسة صفر بتاع اه طاطنم او من قول ما مورينيو ميسك اه طاطنم. زرعة ما عملش دي بروين ما عملش بس دي بروين كان هيجيب جون اه مؤكد ضد منشاستر رونيتد لولا لاندلوي في اللي حط رجله في تاكل وشاله الكورة من قدام الجون. اه ديلي قالي في مطش الخمسة ما جابش جوان بس عمل اسستين. ودانيل جيمز عامل اسست بتاع جون مارتيال في مطش سيتي. وفاردي الحمدلله كابتن جاب جونين اه في مطش اربعة واحد. وراشفرد جايب اه جون قدام منشاستي سيتي. زي ما كنت شوفتو حلقة اللي فاتت كنت انا مقعد مانيه اصلا على الدكا وسما فرقتش لان انا كنت مقعده على الدكا عشان خايف انه يلعب اخر عشر دقايق. اه كلوب ضمن المطش وما اضطرش انه ينزله لان فيه مطش يوم التلات دود سازبرج مطش مهم جدا اه في الشامبينز ديج. فهو اصلا قعد مانيه تمام. فانا عديته عديكا ما كانش فرق اقوي. فانا عادته وكده كده كده. برضو كان عديكا وهانلي كان عديكا وكان لازم امشي هانلي واجيب حد فبرضو اقولوكو على التلاتي سفرها اللي عملتها. نبدأ نشرح ايه هو الكاس فانتيزي بتدي فرصة لكل الناس اللي عارفة ان مش انه صعب ان توصل لاول تلات مراكز في الافرول اخر السنة على فانتيزي يبقى اعلى تلاتة على العالم في الفانتيزي فبتدي فرصة تاني لشخص واحد انه يكسب نفس الجواز اللي بيكسبها الاول على العالم. جواز انك بتروح تتفرج على ماتشاط هناك في آآ الاعدة هناك على حساب آآ على حساب الليج. الطيران كمان على حسابهم. آآ بتاخد فيفا بتاخد آآ وبتاخد آآ جاكت آآ بتاع وبتاخد حاجات كتير جدا بتبقى زي بالضبط الجائزة بتاعت الاول على العالم. فهم بيجوا في الاسبوع الستاشر وبياخدوا اعلى اربعة مليون مية اربعة وتسعين الف وتلتمية واربعة شخص. الرقم ده لو اسمته على اتنين كل اسبوع هتلاقي ان في الاسبوع الاتنين وتلاتين هيبقى اتنين لعيبة بس بيلعبوا بعض في الفين اللي هو اخر اسبوع في الدوري. بلعبوا ضد بعض اللي بيكسب فيهم هو اللي بيكسب الكاس. وبيكسب الجائزة دي مع فانتيزي. فانت حتى لو كنت الاول على العالم ولو في الاسبوع الستاشر لو جبت ما كنتش من اعلى اربعة مليون واحد في الاسبوع ده بس يبقى انت ما دخلتش ولو دخلت هتلاقي لو فتحت وانزلت تحت كده تحت شوية محبة شوية كده هتلاقي مكتوب ومكتوب الشخص اللي انت بتلعبه في الكاس. هوليكم فرقة الشخص اللي انا بلعبه وهوليكم فرقتي مش هكابتن مين الكلام ده كله حلقة هتنزل قبل اه بتاع فانتيزي بكام يوم فعايز شوفوا ساعدكم رأيكم اكابتن مين ما كابتنش مين مين يلعب مين ملعبش ان انا عندي رأي كده غريب شوية في بروين برضو فناخد رأي بعض على كومنت على الفيديو ده انا رأي نبدأ بفرقة الشخص اللي اللعبه انا شايف ان هو بنسبة كبيرة ده واحد عمل الفرقة وبطل يلعب لان في حاجات غريبة شوية في الفرقة بتاعته فخلينا نبص على فرقته الاول وبعين نبص على الفرقة بتاعته هول حاجة تثبت ان هو سايب الفرقة ان هو كان عامل اسبوع اللي فات فواضح ان هو عامل فرقة ومن ساعتها مبصش عليها الكابتن بتاعه كان ستيرلينج ومانيه في الملعب وطبعا مانيه ما طلعش لان عنده الدكة كلها لعيبة ما بتلعبش اساسا فهو لو عنده لعيب من اللعيبة دي حصلها غير كمان مدافع بتاع فهو بين كده كمان هيبقى عنده لعيبة جايبة صفر في الملعب لو حصل اي في الفرقة دي. طبعا هو دخل الكاس لان هو حظه هو جاي بقلل بواحد ولكن هو حظه عمل اه صلاح طبعا عمل ورشد عمل وخيمينيز عمل فبالتالي اه دخل الكاس ولكن اعتقد بالنسبة كبيرة يا ربك سابه بس عشان انا عارف ان انا فقري في الحاجات دي ولكن بالنسبة كبيرة مفروض ان الفرقة دي سهلة ان الواحد يعديها في اول مطش لي وبعدين الاسبوع اللي بعدين بقى ناقص اتنين مليون واحد لسه مشوار طويل جدا عشان الواحد يوصل في الادوار المهمة في الكاس. هي دي فرقتي للاسبوع اللي جاي وترانسفيرها عملتها مشيت هانلي بتاع نورويتش اللي ما بيلعبش خالص اه الحمد لله انا هو ما نزلش عن اربعة كمان وروحت جبت كاهل مدافعة شلسي السابق وبيلعب دلوقتي في كريستل بلس وكريستل بلس مانشاطها حلوة بيعملوا كمان فبصراحة ماشين حلوة جدا وسعره رخيص فقلت اضمن واحد يبقى بيلعب عشان الروتيشن برضو. دلوقتي في الاختيارات عندي كزا مشكلة رأيكو اخد مين ولا مين. دلوقتي عندي اول حاجة جزانيجة. عندي جزانيجة هيلعب ضد وولفز وعندي هيلعب ضد شافلد. طبعا وولفز فرقة مش سهلة خالص انك تعمل قدامها ولكن في نفس الوقت مورينيو وعمل كلينشيت وتطنم فرقة اكبر بكتير كمان من فاعتقد ان هم اقرب شوية من هم عمله عن هيتن اللي قدام شافلد يونايتد. بس برضو محتر حاسس ان برضو شافلد ممكن تبقى اقل خطورة عالجون اكتر من وولفز اللي عندهم خيمينيز وعندهم يوتا فاق الماطش اللي فات بعد غياب طويل جدا على الفواءان. فمش عارف. الان جدا من موضوع الاختيار بتاع الجون ده. فبرضو في كده قولوه رأيكو على الجوان. اه فان دايجرد واتفورد معتقدش فيها كلام. تشلو اللي قدام نورويتش برضو ما فيهاش كلام. لانسترام قدام عشان وكمان هو لعيب نص مرعب بيزيد. فبرضو ممكن تبقى تمام. وقرية قدامه ازا هو اصلا قرية طرف انا بعمله معاملة تعيب نص مرعب. فبرضو اعتقد انه تمام. وكاهل هو اللي يقعد برة مع انه هلعب برايتن. بس برضو برايتن بيتجيب جوان فرقة مش من احسق يعني معتقدش ان بالصور هتعمل مع انه ممكن. ولكن انا معاده برا عندك. طبعا انتم شايفين اه دي بروين عندك وهنيجي لحت دي بروين دي. نقص بس على نص المرعب ونص المرعب. زهره هيلعب ضد برايتن. برضو ما اعتقدش ان المفوضة عاد زهر قدام برايتن. مهاجم وبيلعب وابدأ يفوق فاعتقد وكريستيباس بدأت تفوق فاعتقد انه هو فرصة كويس انه بيلعب. آآ دانيل جيمز قدام افرتن واقع على كسبة شلسي ولكن افرتن مش في احسن حالاتها برضو ربنا قسطو لانهما السنة اللي فاتت عمل علينا احلى ماشي في السيزين اربعة صفر مسحوا بين الارض هناك عندهم. آآ قدام طبعا مش هيقعد ومانيق قدام واتفورد وده بتاع الكابتن اللي انا محتار بينه وبين فاردي. فاردي الكابتن بتاع الغير دلوقتي قدام نورويتش هيلعب هوم آآ في وراشفورد قدام افرتن. دلوقتي انا معد برا وهي دي النقطة بقى دي بروين دي بروين لعيب مهم جدا في منشاستي سيتي وقع بعيدة عن مستوى سيتي واقع ولكن انا ما بيجيليش قلب ابدا ان انا كابتن دي بروين يعني دي بروين العيب ما هيكابتنش خالص. وحتى وجوده في الملعب حاسس ان هو قدام ارسن المهما كانوا ارسن عايزة تزبط نفسها وكزبط واستهام عملوا كامباك حلو جدا على واستهام. فحاسس ان ارسن مش تبقى بالسهولة اه هيخسره يعني. بالنسبة كبيرة المفروض يخسره من ده العادي اللي احنا مستنينه الطبيعي مفيش حاجة مفروض جديدة. ولكن حتى يوم ما يكسبه تلاتة مسلا ما اعتقدش ان دي بروين هيجيب اكتر من جون فعادي جدا ان مانيه يجيب اكتر منه وان كمان يجيب اكتر منه. دي بصراحة اختيارات بتاعت اللي جاي. وترانسفراج جاي لو شايف ان في حد ممكن يمشي وكده ممكن تقترح انت علي في اه تحت او حتى على لو انت مش عملي فالو على تويتر هتلاقي اللينك تحت على تويتر. بتكلم كتير على الكرة بنتكلم مع الكرة دايما على تويتر مع بعض. فممكن تعملي فالو تحت وتقول لي رأيك كابتن مين ما كابتنش مين اجيب مين ما جيبش مين. فترة اللي جاي لان الكاس بيقى في لعب كتير جدا. بص انا هقول لك على استراتيجية بتاعت الكاس لان الكاس ده الكاس ده حظ جدا. يعني ليه حظ? انت ممكن الاسبوع ده تكون جايب سبعين. انت جايب سبعين نقطة. وسبعين نقطة دي تخليك لو لعبت مليون واحد من اللي موجودين في الاربع مليون او تلاتة مليون واحد تكسبهم عادي جدا. ولكن المليون اللي متبقي ده لو لعبت فيهم واحد تاني ممكن تخسر. فهو الموضوع في حظ كبير جدا ولكن انت بتكتهت. فانا رأيي ما تحاولش انك تزبط فرقتك وترانسترز بتاعتك على الكاس حاول انك عادي جدا تخلي فرقتك في احسن مركز ممكن لان دي اللي بتزود فرصة انك تكسب في الكاس لان انت مش في ايدك انت مهما كنت عامل احلى ترانسترز الدنيا ومختار احسن كابتنة ممكن يجي واحد تاني يحظه احسن منك بكتير يكون عنده اتنين مدفعين اساسا ما بيلعبوش يلعبوا ويجيبوا جوان مسلا دي بتحصل عادي جدا فهو الموضوع مش في ايدك اوه. المنتقية بالنسبالي ان انت بتبص الاول قبل ما تعمل قبل كل المرشوات ما تتلاقيب عشان بعد كل المرشوات ما تتلاقيب عشان مش بعد ما تجيب حد يتصاب او يقعد او مداري بيطلع ويقول عليه حاجة فحاول خلي ترانسترز الدنيا مبدايا متأخر وحاول تخليها بعد ما تشوف فرقة الخصم عشان ممكن تيجي فكرة في دماغك ان انت تلعب على لعيب عنده وتجيبه زي ما هو وتلعبه مع بعض بنفس اللعيب اه هو عنده نقطة ضعف في في نص ملعب ضعيف فممكن تروح تجيب لعيد نص ملعب يجيب جوان كتير هيا عبدالد فرقة سهلة حاجات دي كلها فدايما خلي فكرة بتاعتك تبقى متأخرة تتعملش وجيمه يشغل طبعا انسى موضوع ناجت فور دي لو انت كنت بتعمله قبل كده انسى خالص انا السنة القبل اللي فاتت طلعت من الكاس بسبب ناجت فور عملتها كسبت اللي كنت بقى عبدالدو فدق اتنين وكنت فاكرة انها كازبان وطلع ان انا عمل ناجت فور فاخسرت فدق اتنين وطلعت من الكاس مع ان من غير الناجت فور اللي انا عملتها كنت برضو هعدي عادي جدا فبلاش تعمل ناجت فور خالص عندك فرصة انك ممكن تكسب الكاس ودي حاجة بجد مش بعيدة على اي حد من اخر حاجة ياري تلعب في الكاس او طول ما انت في جوه الكاس تلعب بتلاتة وراء مش اكتر من كده هم دايما بيبصوا على النقط مين جاب نقط اعلى طبعا بيشيروا منها لو انت عمل زيادة وبعد ما بيبصوا على النقط لو اتعدلت في نفس النقط بيبصوا على مين الفرقة اللعيبة اللي جوا الحداشر اللعيب اللي في الملعب جايبين كام جون راشل جاب اتنين مسلا بจะيب واحد يبقى ثلاثة ويقعود يجمع ويشوف انت جايب جام جون لو اتعدلتوا في النقط وهو جايب كام جون واللي جايب جون اكتر يعد لو جايبين نفس عدد لجوان يبصوا على الحداشر اللعيب اللي في الملعب كل واحد فيهم في رقيته لبس كام جون في الحقيقة فراشفورد لبس جونين طب راشفورد طلعت دياق ستين وقدت في رقيته لبس جون واحد يبقى لبس جون واحد مش اثنين وما يبصوا اللعيب اللي عندك في ملعب دي لابسة كام جون فبعدي هيبصوا على ده لو طلعوا يتقضى بعض ودي حاجة صعبة جدا هيتعمل هم هيختاروا حد راندم حد كده عشوائي هو فيكو اللي عادي والتاني هيطلع عمر حوالته جامعة شوية كده عشان نزبط موضوع التكابتن مين ما كابتنش مين مين كعب وعالي على الفرقة اللي هي لعب ضدها فطبعا كلنا عارفين ان صلاح لعب اربع ماتشاط ضد واتفرد جايب ست جوان واسست في اخر اربع ماتشاط لعب ضدهم هو انا بصيت على اخر السنتين مش مش بعد كده علشان بعد كده هتبقى الموضوع مختلف لفرقة كتير اوي هيبقى لو بصيت على قبل كده هتلاقي كان لسه بقى له سنة لسه ما زبطش فرقة نفس الكلام فحاولت بص على اخر السنتين بس ففيه فرقة اتظلمت معاه زيت اللي هم معظم من الساعة عايزة كابتن فيه ما كابتن فيه اللي هما لسه جايين السنة دي فمشان بص عليه ما اوي اللي عيب اربع ماتشاط جايب ست جوان واسست ولكن اها دايما Learning فكرة ان العيب فيه جايب باربع تجوان اكيد فكنين يوم صراحى جايب باربع تجوان في دي بتخلي assistir تبوز شوية يعني هو في يوم كان اه تمام لا هو كان كان اوتلاير د长 طبوا لبروoft ليبؤ mio مختلف تماما فبلاش نحطه عشان ا Ezad يعني نبني عليه كل حساباتنا اللي جاية. فانا حسن صلاح مانيه مع ان الستاتيستيكس مش واحدة بتاعتهم ولكن هم عندهم نفس الفرص في ان هم يجيب جوان كتير بذات ان يمانيه كمان فائق السنان دي. يمانيه في اربع ماتشاط جايب تلت جوان واسيستين دود واتفورد وده رقم حلو جدا قدام واتفورد فده اللي اتنين عندهم نسبة كبيرة ان هم كل واحد يجيب جوان واسيست دود واتفورد على الاقل المفروض لو ماتش خلص بنتيجة طبعية تلاتة صفر اربع صفر فاعتقد ان الاتنين لو انت عندك ده او ده اعتقد فرصة حلوة ان اكتكبت لحد فيهم هو اللي بتاعه وحش جدا قدام ارسن فاربع ماتشاط جايب جون واحد ما اعملش اي حاجة تانية غير الجون ده فده برضو جزء من اللي مخليني يسايبه عددك. اللي بتاعه حلو برضو مارتيال قدام فاربع ماتشاط جايب تلت جوان فبرضو زريف ازرف بكتير اه من اي لعيب تاني بيلعف في مانشاستونات فبس برضو مش هعرف فكرة ان اكتكابتن مارتيال قدام افرتن وافرتن ما حدش فاهم لها تتوقع بعين قدام شالسي فاقت ولعبة ماتش كويس جدا مش وحش غالص على المستوى اللي كان باقي من اول السنة فما حدش فاهم افرتن هتبقى عاملة ازاي في كمان ماتش مش في فبالتالي هيبقى لها حسابات تانية فما اعتقدش ان اكتكابتن ولا راشورد ولا مارتيال حتى لو كان اه الريكوردات بتاعيتهم ضد الفرقة دي كويس ابعد عن ارسنال خالص قدام سيتي اه الارقام بتقول ان اوباميانج واوزيل ولاكازات التلاتة في اخر سنتين ضد سيتي ما عملوش اي حاجة خالص غير لاكازات جاب جون واحد بس كده ولا اوزيل عمل حاجة ولا لاكازات عمل حاجة ولا اوباميانج عمل حاجة فطبعا ما اعتقدش لحد يجيله قلب يعمل ده اصلا ان هما كابتن حدي فيهم ولكن المفروض حتى بالارقام هما بعيد جدا عن انا بحاول اديكوا ارقام حاجات تظهر حاجات واتظهر معلومات تخلينا تساعدنا على الكابتنة ونماشي مين نجيب مين نلاعب مين ملعبش مين ولكن طبعا ممكن ارقام دي كلها في الاخر ممكن اوباميانج ينزل لوحات الجنين فطبع ارقام دي كلها ملهاش لازمة بس احنا بنحاول نقرب فكرة مين كعب وعلي على مين مين حظه حلو في الملاعب دي وبرا ملاعب دي فالحاجات دي كلها اكيد هتفرق معنا برضو الريكورد بتاع لعيبة مش احسن حاجة قدامه يعني كان جاب جنين في يعني ده معناه انه ممكن اجيب جون ممكن اكتر بس ما اعتقدش هيحصل يعني على فرقة فرقة مساهلة بتلعب تلاتة وراء موضوع مش مش سهل على اه تعمل على المفروض ده الطبيعي مسلا عامل ما جابش جوان قبل كده في اخر برضو او تلات فبردو حاجات دي كلها مخليها ان تاطنم صعب ان اكتكبت احد من تاطنم فاردي ملعبش طبعا قبل كده ممكن يكون لعب تحت في الشامبينشيب بس كده مع برايمي الليج ملعبوش ضد بعض بس انا بصيت على فاردي بقى بطريقة مختلفة بصيت في اخر خمس ماتشاط لعبهم ضد الفرق اللي صعدة من الشامبينشيب في اخر خمس ماتشاط جايب جونين واسيستين طبعا ده راكورد حل وده غير ان هو فاي جدا وهداف الدوري وبشور دربة الجزائق وما اعتقدش انه ممكن يقعد لان لاستر ماشي في ضهر جدا وروجرز ما اعتقدش انه هيجازف ابدا ابدا في ان هو قاعد فاردي في يوم الايام الا في اللي هيبقى فيه ماتش يوم الخميس هيبقى يوم خميس ستة وعشرين ديسمبر وبعين هيلاحه الجمعة وبعين يلعبه يوم السبت ترانية وعشرين ديسمبر فبالتالي اكيد فاردي هلاح في ماتش من الاتنين اللي اسهل فيهم يلاح يلعب بسلا بيقاناتشه لغاية لما ديقى ستين ولا حاجة ما ينزل فاردي نص ساعة كده يحاول يديروا برضو شوية عشان ما اعتقدش ان الاستر عندها مجال ان هي توقع اي نقط عشان يفضلوا دايما في ضهر الليفر بول دي كانت نبزة عن اكتر الناس وقارب الناس للاسبوع السبعتاشر معيش حلقة طويلة شوية ولكن الارقام بتفرق جدا وهتساعدنا جدا وعشان كمان الكاز بدأ في حلقة هتبقى بتفرق جدا وشغلين على كزا حاجة كية هتبقى مفاجأة ليكن حلقة يعني شكلها اظرف واحلى من كيب كتير اشوفكو في حلقات جاية سلام